موسيقى عندي سؤال كتعليق وصل عن الفيديو اللي عنوانه التفكير المستمر بالذكريات المؤلمة الأخت نوف تقول كل يوم أفكر بالأشياء المؤلمة تعبت الله يعينك أختي العزيزة طبعا هذه من الأشياء الجدا شاععة أحيانا إحنا خاصة لما يكون مزاجنا شوي واطئ مكتئبين يعني مثل ما نقول إحنا تحت ضغط نفسي عادة ما نفكر بأشياء جميلة في هذه اللحظات وإنما نفكر بالأشياء السيئة بالذكريات السيئة بالمواقف السيئة اللي مرت بينا في حياتنا فهذا جزء من التفكير السلبي اللي هو إحنا ندخل به بسبب مثل ما قلت إنه إحنا نمر بظروف يعني سلبية ظروف سيئة اكتئاب قلق إلى آخره لكن نصيحتي أختي نوف أنه يعني تحاولين تتغلبين على هذه الأفكار السيئة بأفكار إيجابية حاولي دائما مثلا أنه يعني تملين وقت فراغج بأشياء مفيدة تساعدين الناس تعطفين على اليتامة تعطين الفقراء تسوي تشفد مثلا رياضة معينة والله يا أخوتي وأخواتي يعني هناك البحوث الكثيرة اللي تقول إنه فعلا العقل السليم في الجسم السليم وأنه هناك الكثير يعني أكو هوايا ناس مثلا يقولهم ليش ما تسوي رياضة تسوي في التمارين يقول لك مثلا دكتور أنا ما أقدر أطلع أركب أو ما عايش في مكان أقدر أسوي بي رياضة بالحديقة وما عدنا حديقة والله العظيم يعني هناك الكثير من التمارين اللي تقدر أنت تسويها على يعني مجرد إذا عندك تليفون تباوع على تليفونك تروح اليوتيوب تسوي بعض التمارين اللي هم يسموها يعني تمارين تسترخاء العضلات تباوع هاي التمارين وتقدر تسويها بغرفة صغيرة أو حتى في مكتب اللي أنت تتشتغل بي يعني ما تحتاج أنه تكون في متنزة أو حديقة كبيرة على ما تسوي بعض هذه التمارين وأكون مثلا هاي بعض التمارين اللي ممكن أنه تسويها سبع دقائق باليوم أو عشر دقائق باليوم مثل ما قلت تكون هي موجودة على تليفونك على اليوتيوب أو على تطبيق وتسوي بعض التمارين ما للتنفس واسترخاء العضلات وإلى آخره الهرولة في مكانك هذه كل الأشياء والله تساعد على أنه تحصل على فد طاقة شوية إيجابية تحصل على الثقة أكثر بالنفس وما تخلي عقلك يروح على الأفكار السلبية ويظل يفكر بيها فأسألك يا أختي نوف أنه تجربين هذه الأشياء وإن شاء الله تشوفين عليها فائدة